قد ذكر المؤرخون أن القانون الإنجليزي حتى سنة 1805 ميلادية كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وكان ثمنها وقت ذاك لا يتجاوز ستة شلنات كما يذكرون أن رجلاً إنجليزياً باع زوجته عام 1931 ميلادية بخمسمائة جنيه ولما حكم عليه بالسجن كان من دفاع محاميه أن القانون الإنجليزي كان يبيح بيع الزوجات فردت المحكمة بأن هذا القانون ألغي عام 1805 واستبدل به قانون آخر يمنع بيع الزوجات منعاً مطلقاً واكتفت بحبس الزوج عشرة أشهر